السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده بس عشان اقول لكل واحد مسيحي ان احنا كمسلمين اولى بالسيدة مريم منكم انتم بكل وضوح اهنتوها المسيح عاملها في الكتاب المقدس بمعاملة قاسية معاملة سيئة معاملة لا يعملها ابن لامه بل وفي الكتب المسيحية بيتكلم على انها كانت بتطلب من لوقة ان هو يرسمها يرسمها ازاي بقى يرسمها وهي مطلعة فديها للمسيح وبتردعه طب بالله عليكم هل السيدة العذراء عليها السلام ورضي الله عنها تطلب من واحد زي لوقة بغدى نظره امين او سنه ايه او كذا او كذا هل تعقل هل يعقل ان هي تطلب منه ارسمني وانا بردع من فدي المسيح تعالوا نقرأ كده الكلام ده في كتاب الايقونات القبطية في التاريخ والادب والطقوس لواحد مسيحي اسمه يحنى نسيم يوسف خلونا نقرأ فبيقول في صفحة ثلاثين هاقرأ الاقتباس كله عشان مهم جدا والله واما غير ذلك فان لوقة الانجيلي كان معطبه بالالوان ولما تحققت ذلك منه سيدتنا العذراء مريم قالت له يا لوقة تصورني في لوح حتى تبقى تذكرة لصورة وجهي بعد الانتقال من هذا العالم فقال لها لوقة نعم يا سيدتي وانه مضى وصور صورة العذراء رسمها في لوح من خشب وهي قائمة واتى بالصورة الى الست السيدة فقالت له يا لوقة صورني على غير هذه المثال يعني صورني بوضع او بشكل مختلف او في وضع مختلف فمضى لوقة وصورها جالسة وفي يدها مغزل الصوف واتى بالصورة الى العذراء فلما نظرتها فلم تطيب نفسها بتلك الصورة فقال لوقة للعذراء يا سيدتي كيف تختاري اصور صورتك يعني عايزان انا ارسمك ازاي فقالت له العذراء صورني او صورني وانا جالسة وابن الحبيب في حضني وفديية فيه المجيد يعني اتخيل كده السيدة مريم بتطلب من لوقة يا لوقة صورني وانا مطلعها فديية وهم في فم المسيح وتقولوا احنا انتو بتدفع عن السيدة مريم وزعلانين ان احنا بنتكلم في يا جماعة ده كتابك هو اللي بيقول كتابك هو اللي اهان ايمانك هو اللي اهان السيدة مريم فمضى لوقة وصنع كما امرته سيدته الطاهرة مريم واتى بالصورة كما قالت له صورة شابة جالسة في حضنها طفل يرضع من ثجيها ثم ان العذراء لما نظرت الى تلك الصورة للوقت تغير لونها ودمعت عيناها ونظرت الى السماء ثم بسطت يديها الى ابنها فوق الى ابنها اللي هو الله سبحانه وتعالى قالت له ايه يا ابن الحبيب اسألك باسمك القدوس بالنعمة التي كانت علي وانت في حضني وفديية في فمك الطار يعني تخيل كده بتدعي ربنا سبحانه وتعالى بتقوله يا الله يا ابن القدوس اسألك بالنعمة التي كانت فيا وانا فديية في فمك مين ده الله سبحانه وتعالى فبدل ما تعودوا تهاجموني وتقولوا ان انا بهين العذراء وان انا بتكلم عن العذراء شوفوا كتبكم دا ايمانكم مش ايماني انا ما نقلتش ايماني انا ايماني معروف ان السيدة مريم واحدة من اربع نساء سيدة نساء العالمين وان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها كاملة من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء الا اربع ومنهم السيدة ومنهم السيدة مريم فبدل ما تيجوا تتهموني رجعوا ايمانكم شوفوا كتبكم بتقولي عن السيدة مريم شوفوا يسوع كان بيتكلم عنها ازاي لما حاول الماء الى خمر وربنا يهدينا ويهديكم اهلا بكم